بتوجهات من سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أطلق الاتحاد النسائي العام في منتزه الشيخ خليفة اليوم حملته السنوية الرابعة ارتواء للعاملين الذين يؤدون عملهم تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف وتأتي هذه الحملة للتخفيف عن العمال الذين يعملون في نظافة المدينة وزراعة الحدائق والاعتناء بها وفي أعمال الإنشاء والبناء وتنفذ هذه الحملة بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي وشركة أغذية تشمل مدينة أبوظبي وضواحيها